ام ام ازاكم في الفيديو ده هكلمكم عن الانور سفنتي وده احد عائلة السفنتي منها البرو والبرو بلس بس في الفيديو ده هنتصر بس على الاعادة الصغير وهنعمل فيديوهات تانية تفاصيلية عن اعرفة كل التفاصيل اللي انت محتاجت عرفها عن هذا الموبايل ده معلم وهقول لكم كل المميزات والعيوب بتاعة الموبايل ده من وجهة نظري بس ما تنساش طبعا قبل ما نبدأ تنزل دلوقتي تعمل لايك عايزين نوصل الفيديو للميت لايك في قربة ممكن وما تنسوش بقى تعمله سبسكرايب وكده خلونا بقى ندخل في التفاصيل على طول يا معلم مبدئيا الانر سيفينتي هيحيارك شوية هتبقى حابب الموبايل والتصميم بتاعه لان تصميم الموبايل تصميم جامد جدا صراحة سواء بقى من الظاهر يا معلم فالموبايل كله بيجي من الازاز مع شكل تصميم جامد جدا وشكل روش الصراحة سيتو بالكاميرات كمان واخد نفس اللوك بتاعت اجهزة اونور بشكل عام يعني رغم ان تصميم الموبايل بالكامل من الازاز اللي ان الفريم بتاع الموبايل هنا من البلاستيك وبعيدا عن جودة التصميم بتاعت الظاهر بتاع الموبايل فالموبايل من ناحية الشاشة والواجهة الامامية لا يقل مبهرا ابدا عن التصميم الخلفي لأول مرة هتبص على الشاشة بتاعت الموبايل ده هيجي في ذهنك موبايل واحد بس ده لو انت متابع طبعا وهو موبايل سامسونج الاس 22 اولترا نفس التصميم بدون اي حواف تقريبا لا تقول بقى حواف جانبية او صفلية الموبايل بيجي بكورنرات مربعة وحواف وصلة لكل حتة في الشاشة او في الواجهة الامامية يعني مع دوتو سبلي اعلى منتصف الشاشة التصميم بتاع الشاشة عجبني جدا الصراحة الشاشة هنا بتجيب اجي منع الجناب الشاشة من نوع اولد ستة فاصلة ستة وسبعة من عشرة انش فول اتش دي بلص وبتيجيب كسافة بيكسل 395 بيكسل لكل انش مع دعم ومعادل تحديثة معلم 120 هرتز طبعا من ناحة التصميم الخلفي والتصميم الامامي بتاع الشاشة فالموبايل ياخد عشرة من عشرة تصميم جامد جدا الصراحة تصميم خلفي وتصميم امامي شكلهم جامد جدا بعيدا بقى عن التصميم الخلفي والتصميم الامامي شوية من ناحة الاداء فالموبايل ده بيجي من الاندرويد 12 مع الماجيك يو اي 6.1 الموبايل بيجي بنسختين من ناحة الرام 8 او 12 جيجا بايت رام مع 256 او 512 جيجا بايت ذاكرة داخلية بس للأسف برغم الحاجات المحمسة جدا دي 8 جيجا بايت رام وال256 جيجا ذاكرة داخلية دي اقل نسخة ولكن في بعض الحاجات كده اللي مش لطيفة ابرازها ان المعالج هنا لسناب دراجون 778 ده معالج متوسط مش مفروض يكون على الموبايل ده الصراحة يعني لان سعر الموبايل مش قليل ابدا وده اللي هنعرفه بعد شوية من ناحة الاداة فالمعالج ده بيديك اداء متوسط في لعبة زي باب جي مثلا على اعدادات متوسطة في الجرافيكس وفي الفريم ريت بيوصل معك لحد 60 فريم يا معلم المفروض في الفئة السعرية دي يكون سناب دراجون 870 دايمن سيدي 8100 دايمن سيدي 8000 المعالجات القوية اللي مفروض نشوفها على الفئة السعرية دي ولكن كون ان المعالج هنا بيجيب السناب دراجون 878 ده عايب في الموبايل الصراحة وشايفه انه اقل جدا من التوقعات من ناحة الكاميرات فانت عندك كاميرا اساسية 54 ميجا بيكسل مع كاميرا الترويت 50 ميجا بيكسل مع كاميرا 2 ميجا بيكسل دي كاميرا العزل او الباكو افك الكاميرا الاساسية هنا 32 ميجا بيكسل والكاميرا دي بتدعم التثبيت البصري الالكتروني الموبايل ما بيدعمش تركيب كارت زاكريا خارجي الموبايل ما بيجيش مع منفز 3.5 ميلي الموبايل بيجي مع سماعات مونو مش استيريو الموبايل ما بيدعمش الانفسي ما بيدعمش الراديو اف ام من ناحة البصمة والامان فانت عندك البصمة بتاعت الموبايل هنا مدمجة تحت الشاشة واداء البصمة ممتاز جدا من ناحة البطارية فانت عندك بطارية 4200 ميلا امبير مع شاحن 66 وط سعر النسخة الـ 8256 في الموبايل له بـ 405 دولار يعني حوالي 7500 جنيه مصري والاسعار اللي انا بقول لكم عليها دي في السوق الصيني سعر الموبايل المبالغ فيه شوية كنت اتمنى ان هو يكون اقل من كدى يعني لان فيه موبايلاتتان بنفس السعر ولاテokل و Gen3 493ORE5 و UKV تواصف الناسة بدون نفس المميزات وافضل منها كمان وفيه موبايلات بتيجيب اقل منه من ناحة السعر وافضل منه من ناحة الأداء والمميزات اللي هي تقدمها الموبايل الي هو بنفس السعر الي انا بقول لكم عليه هو الـ GT Neo3 150 واط والموبايل اليه اقل منه في السعر ولا tugل منه من ناحة المميزات هو النوت 11T Pro Plus رغم انه فيه تنازلات كتيرة من ناحة الشحن السريع ال66 واط طبعا في الفئة السعرية دي مش مقبول اهل من 120 واط يعني الموبال ما بيدعمش الستيري سبيكر ما بيدعمش الانفسي ولكن في المقابل انت بتاخد اداء ممتاز جدا من ناحة الكاميرات اداء مميز جدا من شاشة عملاقة باستحواز وحواف صغيرة ومميزة جدا ولكن في المقابل انت بتاخد اداء معالج نسبيا مش افضل حاجة موجودة في الفئة السعرية دي قوليلي بقى في الكومنتستحتر ايكم في الموبال ده وفي التسعير بتاعه والمميزات اللي هو بيقدمها وما تنسوش بقى تعملوا لايك عازين نوصل للفيديو ده الميت لايك في قرب وقت ممكن واعملوا سبسكرايب بقى هنا في القناة عشان احبوكم بس كده اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي يلا سلام